الإذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة جاء الإذن من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان نصيرا وأن يكون صاحبه في هذه الهجرة أبا بكر الصديق رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه بالهجرة وأنه سيكون رفيقه فيها فجهز أبو بكر الصديق رضي الله عنه ناقتين له ولرسول الله صلى الله عليه وسلم اجتماع كفار قريش في دار الندوة اجتمع كفار قريش في دار الندوة واتفقوا على أمر جائر وهو قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنوا في ذلك جائزة قدرها مئة ناقة لمن يقتله حمى الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم من مؤامرة قريش وأخبره بهذه المؤامرة فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُوا اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ